قال ابن تيمية رحمه الله والدين إنما انتشر بالعلم بالعلم ما هو بالجهاد ولذلك يقول رحمه الله يقول لو أن الناس آمنوا بالبرهان وبالعلم الشرعي لم احكي جاء إلى الجهاد لما قال لأن الحاجة إلى الجهاد ضرورة ضرورة فقط أما الحاجة إلى العلم الشرعي وبيان العلم الشرعي يقول في كل زمن وفي كل حال يكون واجبا قال ولذلك ما كذا صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث عشرة سنة يدعو الناس بالعلم الشرعي بالقرآن يقول فآمن المهاجرون طوعا من غير سيء ثم آمن الأنصار طوعا من غير سيء فيقول سيف الشرع تابع للعلم أما سيف غير أهل الشرع فإنه تابع لآرائهم ولأهوائهم فدل هذا كما قال رحمه الله قال رحمه الله دل هذا على أن المقصود من ذلك أن يجادل هؤلاء وأن يبين لهم الحق عن طريق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله والآيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل مما يبين ذلك